السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد الشريف واهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم انجليش من الاخر بيزبابونيوه يا محمد الشريف اندولكم تو ايو فيديو اونيورتشانيل ايزي انجليش مستمرين ان شاء الله مع حضراتكم في شرح منهج اللغة الانجليزية للمراحل الدراسية المختلفة وصلنا النهاردة ان شاء الله لمنهج الصف السادس الابتدائي هنشرح منه ان شاء الله الوحدة التانية يبا النهاردة عندنا برايماري سكس عندنا يونت تو وصلنا لغاية الصف الخامس الابتدائي شرحنا يونت تو من اول اول ا continent لغاية خامسة ابتدائي النهاردة ان شاء الله عندنا يونت تو في الصف السادس الابتدائي ونبدأ مع بعضك العادة بالكلمات برايماري سكس يونت تو صف السادس الابتدائي الوحدة التانية ستيك ستيك يعني شريحة لحم مشوي بيج دي بوتاتو بيج دي بوتاتو يعني بطاطس مخبوزة اللي هي بطاطس في الفرن صنية بطاطس يعني صالد صالد يعني صلطة اسباجيتي يعني مكرونة اسباجيتي ميت بولز ميت بولز اللي هي قرات اللحم سوب يعني شربة رايس يعني رز ساندويتش وبالامريكان ساندويتش من غير الدي ساندويتش يعني ساندويتش رير رير يعني ناقص طهي شبه الناية كده ميديم في الدرس هنا متوسط طهي إنما ميديم أصلا معناها وسط well done well done برضو well done معناها أحسنت ولكن في الدرس هنا دي طرق لها تسويت الأكل فتبقى well done معناها مستوي جدا أو مطهي جيدا delicious delicious يعني لذيذ sure يعني بالتأكيد أو متأكد good good يعني جيد ready ready يعني جاهز أو مستعد بيجي بعدها تو المصدر أو مثلا I am ready to do homework يعني أنا جاهز إن أنا أعمل الواجب menu menu قائمة الطعام maybe maybe يعني ربما today's special today's special يعني طبق اليوم أو الطبق المخصص اليوم وده بيقى في وجود في المطاعم يا جماعة بيبقوا عاملين أكلة معينة كده بتبقى أكلة اليوم أو طبق اليوم لو عاوز تطلبها تطلبها لو عاوز تطلب حاجة تانية تطلب حاجة تانية بعد كده waiter waiter يعني جرسون waitress waitress يعني جرسونة how about how about يعني ماذا عن أو ما رأيك sound 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 لها معنى إيهن؟ بتيجي بمعنى صوت غير العاقل صوت الأشياء وبتيجي كمان بمعنى يبدو أو sounds good يعني يبدو جيدا in the mood for in the mood for يعني لديه رغبة فيه أو مزاجه إنه هو في حاجة معينة حتى جاي منها كلمة mood دي للمزاج ومودي يعني مزاجانجي اللي هو إيه؟ يعني متقلب المزاج تمام؟ in the mood for لديه رغبة فيه I think so I think so يعني أعتقد ذلك order order يعني يأمر أو يطلب cook cook يعني يطبخ want want يريد here you are here you are يعني تفضل خز new يعني جديد downtown 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 يعني وسط المدينة بتسوي city center the best the best the best الأفضل italian italian يعني إطالي owner owner يعني صاحب أو مالك chief chief يعني طباخ أو طاهي أو ريس الطبخين price price يعني سعر أو ثمن serve serve يعني يقدم أو يقدم real real يعني حقيقي clean clean ينظف أو نظيف grandpa grandpa يعني جده kids kids يعني أطفال الفرق بين kids وفي children children أطفال الفرق بين الاثنين إن children ولاد الإنسان فقط ولاد الإنسان اسمهم children أما kids تنفع ولاد الإنسان وولاد الحيوان فأقول مثلا عالز kids وأقول the cats kids يعني ولاد علي وكاتس kids يعني ولاد القطة إنما children الإنسان بس restaurant restaurant يعني مطعم bakery bakery يعني مخبز address address يعني عنوان pasta pasta يعني مكارونا ليه بشامل breakfast 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 يعني الفطار تمام وجبة الفطار lunch lunch وجبة الغداء dinner dinner وجبة العشاء own own يعني يمتلك وبتساوي have نيجي بعد كده لتصريف الأفعال conjugation of verbs bring يحضر brought أحضر say يقول said قال think يعتقد أو يفكر thought اعتقد أو فكر drink يعني يشرب drink يعني شرب eat يعني يأكل eat يعني أكل وندخل مع بعض على الجرامر قبل ما أتكلم عن جرامر الوحدة يا جماعة عايز أأكد دايما على الconversation المحادسة اللي موجودة في أول كل وحدة واللي بيجي منها listen choose والparagraph الاميل تقريبا يا جماعة معظم الامتحان بيجي من الconversation دي للمحادسة لازم نحفظها ونحفظها لولدنا تحريري وشافوي ما ينفع الشافوي بس شافوي وتحريري عشان المحادسة كانت موجودة في unit ليه سنة ستة كانت محادسة في مطعم بين جرسونة وبين زوج وزوجة بيطلبوا طعام لازم نحفظ المحادسة كويس جدا بالإضافة للكلمات والجرامر نبدأ الجرامر مع بعض النهاردة جماعة وهو بيتكلم عن containers اللي هي العبوات أو أدوات التجزئة containers اللي هي العبوات أو أدوات التجزئة اللي هي بالبلد كده الحاجة بتتعبى في ايه أو تحط في ايه فقال لي ان water ليه المية juice اللبن juice أمسور العصير milk اللبن التلاتة يئمة a bottle of زجاجة من يئمة a glass of كوباية من يبقى a bottle of a glass of بييجوا مع water و juice و milk a cup of فنجان من بيجي مع المشروبات السخنة فييجي a cup of tea فنجان شاي أو كوفي فنجان قهوة بعد كده a slice of slice of معناها شريحة من بتيجي مع توركي أو رص توركي وتيجي مع beef أو رص بيف توركي اللي هو ديك الرومي وبيف اللي هو لحم البقري وروس طبعا له مشوي يبقى slice of a can of يعني علبة صفيح من طبعا can دي يا جماعة اللي احنا بيقوله عليها بلغتنا canz يقولك ايه عايز بيبسي canz ويني بقى ايه يبدع بقى يبدع يقولك canz تمام طبعا الكلام ده كله هو انما a can of هي دي الصحيح a can اللي هي علبة صفيح جماعها canz اللي هو a can of علبة تمن لمونيد اللي هو ايه عصير اللمون خذلك يا جماعة الحاجات المكتوبة دي مشانا اللي كاتبها دي بتاعة الكتاب فلازم تكون حافز كل واحدة بتيجي مع ايه عشان انا هتقول لي مثلا ايه طبعا لمونيد ينفع تيجي في glass والله عارف بس في المنهج لمونيد واخدأ can of فركز الحاجات المهمة جدا تمام a bowl of سلطانية من سلطانية اللي هو الطبق الغويت الطبق العميق يعني a bowl of بتيجي مع fruit salad اللي هي صلطة الفواكه بتيجي مع chicken soup اللي هي شربة الدجاج بعد كده a loaf of اللي هو رغيف من وجمعها loofs اللي هي ارغفة بتيجي مع bread رغيف عيش بعد كده اخر حاجة a piece of اللي هي قطعة من بتيجي مع cheese قطعة جبنة cake a piece of cake قطعة من الكيكة a piece of pie يعني قطعة من الفطير تمام دي ادوات التجزية جماعة مهمة جدا ولازم نذكرها كويس نتنقل بعد كده ليه how many اللي معناها كامل عدد واللي بيجي بعدها يا جماعة الجمع اللي هو تقريبا غالبا بيكون اخر s وفيها طبعا جمع اشياء زي children و people women فhow many ما حب اختارها لازم يكون بعدها جمع فقوم مثلا how many boys how many how many louves of red how many cans of lemonade how many cups of tea شوف كله جمع انما how much معناها كامل كمية وبيجي بعدها مفرد اللي هو بدون s اقول how much tea كم كمية الشاي how much lemonade كم كمية الايه عصير اللمون how much bread كم كمية الخبز تمام المسال اهو برضو يوضح هنا دي pieces يعني قطع اخيرها s ايه فاخدت how many بقى السؤال how many pieces of cake did he eat او did you eat يعني كم عدد قطع الكيكة اللي انت كالتها many how many pieces انما how much وتجايب مفرد على طول اهو بدون s how much bread do you buy يعني كم كمية الخبز اللي انت ايه اشتريتها اخر شرحة عندي بيتكلم عن apostrof d bitter اللي هي اختصار لكلمة had bitter واللي معناها من الافضل ودي بيجي بعدها يا جماعة مصدر الفعل بدون اي اضافات اللي هو في نهاية الفيديو اتمنى ان يكون حاس اعجابكم ده كان unit 2 بالكامل لمنهج الصف السادس الابتدائي لا تنسوا تشيروا لاصدقائكم عشان الكل يستفيد ولا تنسوني من صالح دعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته